صدر عن حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظ الله ورعاه مرسوم رقم 3 لسنة 2022 بنقل مهام وصلاحيات هيئة الطاقة المستدامة إلى وزارة شؤون الكهرباء والماء جاء فيه المادة الأولى تباشر وزارة شؤون الكهرباء والماء كافة الاختصاصات والمهام والصلاحيات المناطة بهيئة الطاقة المستدامة والمنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة المادة الثانية تؤول إلى وزارة شؤون الكهرباء والماء كافة الاحتمادات المدرجة لهيئة الطاقة المستدامة في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها وينقل إليها موظفو هيئة الطاقة المستدامة بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقا لتنظيم الوزارة المادة الثالثة يلقى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم اشتركوا في القناة